الحاجة التانية بقى برضو فرقة البلدية يعني برضو أنا مش جاي أتكلم على الزمالك بقى بس أيوة طبعا فضل وأنت النهاردة نادي الزمالك بيلعب بتمن ما احترامي بقى بص أنا مبتكلمش على مدربين ولا بتكلم بس أنا النهاردة بكلمك هنا بلازم أبنافير فرقة وفرقة بقى وظروف المباراة أنا النهاردة عايز أعط في الدوري الزمالك بيلعبني بتمن ناشئين ولا تسع ناشئين ما تطلعش بعد المطش تبقى مبسوطا اللي انت تعدلت ما احترام بقى تقول لي ما هو حتى لو الأهل اللي لعب بالناشئين أو الإسماعيل اللي لعب بالناشئين أنت النهاردة لو ما كسبتش المجموعة اللي بتلعب أول مرة مع بعض دي طب هنحاعد إزاي يعني توصل إنه النهاردة طبقا لظروف المباراة فبلدات المحالة اللي خسر النهاردة بمتوتين مش الزمالك الطبيعي يعني الزمالك هو اللي بيقى خسر بمتوتين بالتعال طبعا يعني أنت النهاردة في منافسة صعبة جدا والبلدية وصل وكل حاجة بس أنت النهاردة أنا أكلمك بقى ككورة بينما بعض أنت مع عبدالله السعيد وناصر مهر نزلو الاتنين لعيبة البلدية ما روحش للجون الزمالك عشان بس أكلمك بتيها فأنت كان عندك فرصة وما استغلتهاش في شب تلوات تحديدا معلش ما احترامي يعني كابتن كوشري بيعزه كمدرب وكل حاجة ما ينفعش تقولي النهاردة أستنى فرقة البلدية ما عنديش الخبرات هما اللعبة دي لعبة بتاع 23 مطش بس أنت النهاردة أنت مدرب البلدية هتعمل أنت شو لك ايه اوصل فرقة دي للجون كذا مرة فإذا المحلة راح سبعة مرات الشوت الأول اعمل ايه أنا بقى هما ضائع كوالي تلعيب عندي بس اقول ايه اقول كان في بدلك أزعلان اللي أنا مكسبتش لكن أنا حسيت النهاردة اللي هو ايه يعرف حس المدربين بيقلقوا من فكرة جمالية الزمانة كل أهلي يعني لو تلعي النهاردة يقول لك مثلا أنا كنت أعلى استحق الفوز فيقول لك جمهور بقى يهاجمني لا لا بالعكس طب أنا ههوزة ملكية وبقول لك النهاردة البلدية كان ببساطة اللي يكسب انا بقول الشايفة بالضبط وده الفرق بقى عشان ده بقول لك ده الفرق بين الأهلي والزمالك مع احترامي واي فرقة تالية صح معلش بقى الزمالك حتى بزروف دي وهم تلعين زعلانين بس اه وفي يعني انت لو النهاردة اي فرقة في الدول بتلعب ب8 ناشئين ولا 9 ناشئين مش الموضوع يبقى صعب بالنسبة لك صحيح